جدل متصاعد في العراق على خلفية ملفات الفساد التي بدأت تتكشف اتباعا في هيئة ميليشيا الحجد بوجود عشرات الآلاف من المقاتلين الفضائيين النائب في البرلمان فائق الشيخ علي أكد أن العدد الفعلي للميليشيا يبلغ 48 ألف مقاتل لكن قادتهم يتقاضون رواتب 130 ألف مقاتل بفارق 82 ألف فضائي وأشار الشيخ علي إلى أن هذه الأموال المسروقة تذهب لصالح قادة الميليشيا وتحول إلى إيران ولبنان واستراليا والإمارات وبريطانيا ودول أخرى عن طريق ثلاثة بنوك وأربعة مكاتب صيرفة محلية أما الأموال الأقل حجما فيتقاضاها بعض القادة الميدانيين ليشتروا بها العقارات في بغداد وتؤكد مصادر متعددة ومن بينها مقاتلون في ميليشيا الحجد ومسؤولون من الدرجة المتوسطة أن خيار منح الأموال وترك الدوام شائع بشكل كبير وبحسب المصادر فإن جميع ألوية ميليشيا الحجد يتخللها الفساد وتداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق لشكاوى من مقاتلين تثبت بأن رواتبهم تسرق منذ أعوام وفي عام 2018 قتل مدير الدائرة المالية في ميليشيا الحجد قاسم ضعيف إثر كشفه عن عملية فساد واسعة النطاق وقال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وقتها إن الضعيف كان قد اتصل به قبل حادث الاغتيال ليزوده بمعلومات تشير إلى وجود مقاتلين وهميين وأخبره بوجود فساد في توزيع الأموال واستيلاء بعض القيادات عليها إنه أخبرني كلام تفصيلي عن أولئك الذين يتجاوزون عن المال العام ويتجاوزون على رواتب المقاتلين يصون منها يأخذون الأموال والزعاء كيفما شاء امتدت يد الغدر لتأخذ الشهيد قاسم ضعيف وفي عام 2019 لم ينكر قادة ميليشيا الحجد اتهامات العبادي بوجود فضائيين لكنهم طالبوا بتناول المشكلة بروح أخوية حسب تعبيرهم ما يكشف حجم الفساد الذي يجتاح العراق من أقصاه إلى أقصاه لا تستثنى منه دائرة أو مؤسسة مهما كان حجم الشعارات المزيفة التي ترفعها والتي يكذبها الفعل والممارسات على الأرض با... موسيقى